السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطلبات المرحلة الابتدائية والإعدادية أصعد الله أيامكم بكل الخير إن شاء الله النهاردة معنا في هذا الفيديو هنتعرف مع بعض على طريق تسليم البحث الورقي يعني لو أنا عامل البحث في وراء أسلمه إزاي طبعا سيادة معالي وزير التربية والتعليم كان طلع وقال إن البحث هيسلم بطريقتين إما طريقة ورقية وإما طريقة إلكترونية طيب إحنا إن شاء الله نتكلم بس عن الطريقة الورقية يعني لو أنت عامل البحث في وراء هتسلمه إزاي كمان الوزير شدد على حكتين يا شباب ما ينفعش تسلم البحث ورقي وتسلمه إلكترونيا هي البحث يسلم مرة واحدة فقط يعني حزاري إن انت تكون رفحته إلكترونيا أو تكون سلمته لمدرسة وتروح تسلمه أو ترفعه إلكترونيا ما ينفعش لازم تسلمه مرة واحدة فقط كمان الوزير وضح وقال إن المشروعات اللي هي تسلم ورقيا متاحة للطالب يكتب فيها بالألم وممكن إكتبها على الكمبيوتر وممكن تكون طباحة في قالب بحث مطبوع يعني ما فيش أي مشكلة ده يا شباب من الصف الثالث لابتدائي لحد الصف الثالث الإعدالي كمان الوزير كان قال إن الوزارة بتفضل إن المشروعات تسلم إلكترونيا لكن قال ما فيش مشكلة في إن هي تسلم ورقيا في حالة تعذر الإعداد الإلكتروني طيب إيه هي بقى الفئات اللي بينطبق عليها البحث الورقي جميع الفئات بتاع الطلبة بينطبق عليها تسليم البحث الورقي يعني الكلام ده ممكن بينطبق على طلاب المنازل طلاب الخدمات طلاب الدمجة طلاب التربية الخاصة والطلاب المصريين في الخارج كل من يرغب في تسليم المشروع ورقيا يسلم ورقيا ما فيش أي مشكلة طيب ما هي بقى خطوات تسليم البحث الورقي يا شباب قبل ما نبدأ في خطوات تسليم البحث الورقي يا شباب رجاء يعني وفضل ما لسه أمرا لعمونا بلايك للفيديو عشان ينتشروا كل الزميلك وحبيبك وأصدقائك ومعارفك يعرفوا طريقة تسليم البحث الورقي لعمونا بلايك للفيديو لو أنت أول مرة تشوف القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس على وقتا كل عشان يجيلك مننا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة والفيديو القادم إن شاء الله هيكون عن طريقة الإعداد الإلكتروني والتسليم إزاي على المصة خطوات تسليم البحث الورقي إزاي أول حاجة بعد ما بجهز المشروع ورقيا أو بكتبه على ورق يعني ينفح في ورق فلوسكاب ناس قلتني كتير ينفع أعمله على ورق فلوسكاب أيوة اعمله على ورق فلوسكاب عادي اكتبه بخط إيدك مفيش مشكلة طيب بعد ما نكتب البحث في ورق هنبدأ نجيب مظروف أو ظرف مغلق ما نحط فيه البحث ونقفل هذا المظروف طيب هنعمل إيه بعد ما نكتب بعد ما نقفل هذا المظروف يا شباب هكتب بقى الأرقام التعريفية على هذا المظروف ثاني خطوة أكتب الرقم التعريفي بتاعي يعني مثلا اللي هو الكود الرقم التعريفي يا شباب اللي هو الكود اللي احنا جبناه من موقع الاستعلام عن الكود الرقم القومي هو ده اسمه التعريف بتاعي بيبقى من حوالي تسعة أرقام هكتبه و اكتب رمز الصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي مثلا الثالث الابتدائي يرمزه بالرمز G3 الرابع الابتدائي G4 الخامس G5 والسادس الابتدائي G6 الاول الاعدادي نرمزه بالرمز G7 والتاني الاعدادي G8 والصف الثالث الاعدادي G9 لازم تحطي بعد الرقم التعريفي تحطي هذا الرمز لازم تحطي الرمز بعد الرقم التعريفي الخطوة الثالثة لو احنا ضمن فئات خاصة مثل طلاب المنازل او الدمج او التربية الخاصة بكتب على المظروف من بره الفئة الخاصة بتحتها يعني اكتب على المظروف دمج او اكتب منازل او اكتب تربية خاصة او اكتب مثلا طلاب مصريين بالخالف طيب بعد كده يا شباب بنقفل الظرف ونروح نسلمه للمدرسة والمفروض يا شباب ان انت تاخد ايصال وبركز ثاني خد ايصال من المدرسة بان انت سلمت لها البحث عشان حقق ما يضعش ثاني بقول يا شباب وانت بتسلم المظروف للمدرسة لاحقق ايصال من المدرسة وتأكد انه مخطوم من المدرسة بالختم المدرسي بتاع المدرسة ان انت سلمت البحث طيب معادة التسليم هتودي الظرف دا ان شاء علاها المدرسة بداية من يوم 9 مايو لحد 16 مايو معاكم develop 3 3 الجاي لحد 16 مايو ان شاء الله عشرين يو 20 وبعد ما تتسلم البحث للمدرسة وتاخد ايصال يبقى انت كده ان شاء الله ضمنت النجاح يا شباب وان شاء الله ما فيش حد هيسقط ان شاء الله يا شباب السنة دي كله هينجح بإذن الله وتمانياتي لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله وما تنسوش تعملوننا لايك للفيديو وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيز وتشتركوا بالقناة لو انت اول مرة تشوفوها وتفعلوا زر الجرس على الهدر كل عشان يجي لكم كل اشعار جديد مننا بالفيديوهات الجديدة والى انعقاكم في الفيديو قدر ما ستجعكم في رحية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته